بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ضروب الحياة حلقة اليوم تخص كل أسرة كل أسرة عندها أطفال صغار خاصة في زمن وفي عصر التكنولوجيا لا ينكر أحد منا ولا يستطيع أحد أن ينكر أن التكنولوجيا دخلت إلى قلب بيوتنا بل إلى غرف نومنا أطفال الصغار الآن اللي عمرهم ثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات يعني مش هقول أغلبهم بل كلهم بدون استثناء إلا ما رحم ربي كلهم يأما بيلعبوا على هاتف أو جهاز لوحي أو جهاز حاسوبي أو غير ذلك أصبح من اليسير ومن السهل جدا على كل طفل أنه بمجرد أنه يلمس شاشة أن يعني يغير أشياء وأن يقوم بتحريك أشياء وأن يقوم بلعب ألعاب كثيرة جدا جدا هذه التكنولوجيا اللي انتشرت ولا يكاد يخلو بيت منها بدون مبالغة هل لها أثر على أطفالنا وهل هذا الأثر أثر سلبي وفقط لأن كتير بنسمع كتير جدا بنسمع من الناس أن التكنولوجيا ضر بالنسبة لأولادنا التكنولوجيا ضر بالنسبة لأولادنا لكن هل لها أثر إيجابي زي ما لها أضرار سلبية بالتأكيد وده اللي هنحاول إن شاء الله نحن نتعرف عليه من خلال حلقتنا اليوم اللي هنحاول نوضح فيها أثر التكنولوجيا على أطفالنا التكنولوجيا نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى لا يعني سهلت لنا كل شيء تستطيع أنك تصل إلى أبعد الأشياء بأقل مجهود ممكن زمان لما كنت حاول أبحث مثلا عن كتاب أو أبحث عن حديث أو آية من الآيات الشخص كان لازم يجوم ويذهب للمكتبة ويأتي يأما بالمعجم المفهرس لحل ألفاظ الحديث النبوي لو بيبحث عن حديث أو للمعجم المفهرس لحل ألفاظ القرآن الكريم لو بيبحث مثلا عن كلمة أو آية من آية القرآن الكريم إذا كان لا يعرفها أو غير متأكد منها أو يبحث مثلا عن بيت من أبيات الشعر فتجد أنه ممكن يأتي بالكتب للشعر اللي موجودة عنده ويشوف نهاية كل بيت ويشوف القفية بتتناسب مع البيت اللي عنده أو لا لا مجهود مجهود ضخم جدا لكن الآن بمجرد ما تكتب الحديث أو تكتب الآية بمجرد مثلا ما تكتب بيت الشعر يطلع لك كل المعلومات وكل البيانات فالتكنولوجيا سهلت حياتنا المواصلات الإنسان اللي كان بيذهب من أجل أن يعتمر أو أن يحج بيت الله الحرم أو يذهب حتى لطلب العلم كان ممكن يظل شهور في طريقه الآن الأمر بيحتاج إلى ساعات الناس اللي كانت بتسافر وبتغيب عن بلدها أو طنها أو أهلها يعني مش هقول مثلا جوابات جبل كده ما كان فيه جوابات لما بدأ الأمر نوعا ما يتطور صرنا بنكتب جوابات الآن في نفس اللحظة اللي أنت موجود فيها بترفع الهاتف وتكلم أي إنسان في آخر بلد من بلاد الدنيا بل وتراه يعني بتكلمه صوت وصورة موجود أمامك فالتكنولوجيا قربت البعيد وسهلت الصعب وجعلت الإنسان يعيش حياة فيها رفاهية أكثر بل لا أبالغ إذا قلت إن الإنسان العادي الآن اللي بيعيش في عصر التكنولوجيا يعيش حياة مرفهة يعني أكثر رفاهية من ملوك قدماء كانوا موجودين حياة الإنسان العادي الآن صارت أسهل وأبسط وأفضل وبرفاهية أكثر من ملوك سابقين لأن الأمور أصبحت سهلة وأصبحت بسيطة فدي نعمة من النعم تكنولوجيا لما أولادنا بدأوا يستخدموها بتطور ذكائهم بتخلي عندهم قدرة وسرعة لرد الفعل بتخلي أولادنا عندهم قدرة على الإبداع على التفكير الإيجابي بصورة كبيرة على إنهم يتعرفوا على ثقافات أخرى على إنهم يعرفوا بيئات أخرى وكلهم أصدقاء من بلاد كثيرة ومن أماكن كثيرة كل هذه من الأمور المفيدة جداً واللي بتفيدنا سواء كنا كباراً أو كنا صغاراً حينما نستخدم التكنولوجيا لا أحد ينكر ذلك أبداً وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وواجب على المسلم أن يفرح بهذه النعم لأن هذه النعم أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها لكن هل كل التكنولوجيا إيجابية وخاصة على أولادنا الصغار طبعاً الكبار عندهم مشاكل كبيرة جداً لأن صار عندنا الآن ما يسمى بالإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي بالإدمان على كلام الناس ومعظم هذا الكلام كلام غير حقيقي وغير واقعي كثير من الناس يدخل هذه المواقع بحسابات غير حقيقية بحسابات مزورة ويبدأ بكلام وقصص ليس لها أي أساس من الواقع بعض الناس يسمعها بعض الناس يقرأها يتعامل معها كأنها واقع موجود في الحياة فتجد أن الإنسان بيعيش في عالم افتراضي هذا عند الكبار والبعض بيدمن ويظل خمس ساعات وست ساعات وسبع ساعات بل ربما يصل به الأمر أكثر من ذلك مرحلة الإدمان بالفعل فتجد أنه بينسحب من الحياة ولا يتعامل مع المجتمع فيبدأ يصاب بالانطواء يصاب بنوع من الخجل اللي بيجعله غير قادر على مواجهة الآخرين لكن هؤلاء الصفحة البيضاء اللي لسه بيكتسبوا مننا الأخلاق ويكتسبوا مننا العادات والتقاليد والقيم هل سنترك أولادنا فريسة للألعاب الإلكترونية أو للتكنولوجيا أو لمواقع التواصل حتى تربي لنا أولادنا يعني معجولة مثلا أن ما يكون فيه عندنا قدرة على تحمل أبنائنا لدرجة أن الأب أو الأم لما يحب أن هو يريح دماغه من أولاده يعطيهم الجهاز يعطيهم التليفون على أساس أنهما يلعبوا بعيد عنه بس كل اللي هو عايزه بس يريح دماغه والله أنا راجع من العمل تعبان وما عندي قدرة وما جادر أن أنا أسمع من فلان ولا علان ولا كذا ولا كذا إلعب إلعب شوي أو أن الأب يخرج أو الأم تخرج ويتركوا الأولاد وحدهم في البيت فالأولاد لا يجدون شيء يفعلونه إلا قضاء أوقاتهم إما على مواقع التواصل وإما على الألعاب الإلكترونية وإما في أمور أخرى غير مفيدة جدا بالنسبة لهم هل نترك أبنائنا فريسة لهؤلاء إحنا بنقول أنه لازم نحافظ على الهوية وننقل هويتنا العربية والإسلامية لأولادنا حتى يظل هذا المجتمع مجتمع قوي ومتماسك طيب إزاي هننقل الهوية دي الأولادنا وإحنا تركين أولادنا يكتسبوا ثقافات من غيرنا وللأسف محناش عارفين طبيعة المواقع اللي أولادنا بيدخلوها ولا طبيعة الألعاب اللي أولادنا بيلعبوها وبتأثر فيهم إزاي وبتأثر على تفكرهم إزاي وبتأثر على نموهم وبتأثر حتى على صحتهم الجسمية والجسدية يعني الأضرار مش مجرد أضرار من النواحي الجسمانية وفقط لا ده في أضرار نفسية وفي أضرار اجتماعية وفي أضرار ثقافية وفي أضرار من الناحية المعنوية طيب لو حبينا نبدأ الأول إيه الأضرار الجسمانية مثلا اللي ممكن أولادنا يتأثروا بسبب إقبلهم الزائد أو بسبب قضاء وقت زائد عن اللازم أمام التكنولوجيا أمام الألعاب أو أمام مواقع التواصل لأن أصبح من السهل جدا إن أولادنا يجيبوا الفيديوهات ويتفرجوا عليها وخلاص ويقضوا أوقاتهم والموضوع انتهى وفيديو وراء فيديو وراء فيديو ساعات طويلة الدراسات بتقول إن الأولاد يجب أن لا يقضوا أكثر من ساعة ساعة واحدة في اليوم على أكثر تقدير لو الولد هيلعب ولعبة تكون انت عارف هو بيلعب إيه وإيه القيم اللي هم عايزين يغرسوها في أولادنا من وراء هذه الألعاب وهنا أعرف إن شاء الله إزاي أن نحن نحمي أولادنا لكن مبدئيا إيه الأخطار الجثمانية أو الجسدية اللي بتواجه أولادنا من إدمان الألعاب أو إدمان التكنولوجيا أو إدمان مواقع التواصل أول شيء التأثير على البصر على العين أعتقد أني ما في شك ما في إنسان الآن عاقل ومتابع إلا ويعرف أن كثرة النظر إلى هذه الأجهزة أو الآلات بيؤثر على العين أمر مفروغ منه من الناحية الطبية تأثير تأثير لا محالة يبقى إذن أول تأثير بيجي فين؟ بيجي على العين فيصاب الولد بضعفه في النظر وهو لسه في مختبل عمري هو في مستهل حياته لما يصب بالنظر كل الإنسان ما بيكبر المفروض أن النظر بيبدأ يقل ده هو من البداية من صغره ونظره عما يقل ولا يمتنع بعد ذلك يعني مش مثلا النظر بدأ يقل فالأب مثلا ممكن أنه يعمله نظارة أو عدسات أو غير ذلك فتقل لعدد الساعات اللي الولد بيستخدم فيها هذه التكنولوجيا لا الأمر بيفضل زي ما هو والأباء ربما يكونوا بعيدين والأمهات بعيدين وما حدش بيسأل عن الأولاد ليه؟ لأن الأب مشغول والأم مشغولة وكل واحد في طريقه والضحية مين؟ الضحية بيكونوا الأولاد أول شيء الشيء الثاني التأثير اللي بيصبهم من ارتفاع نسبة الدهون الموجودة عندهم أعتقد شيء واضح أمامنا ومشاهد بأعيننا وكلنا شايفينه سواء من جراننا ومن أقاربنا ومن أولادنا من الكل أن الأولاد اللي بيقضوا ساعات طويلة أمام الأجهزة الحاسب الآلي أو أمام التليفونات المحمولة أو الأجهزة الحديثة بيصير عندهم سمنة زائدة وزنهم بيزيد ليه؟ لأن الحركة أقل ما بيتحركوش جالس ممكن يجلس ساعة ساعتين ثلاثة زي ما هو وبعدين للأسف يعني العادة السيئة عادة الغذاء بيكلوا أطعمة غير مفيدة وجبات سريعة مشبعة بالدهون ونسب دهون زائدة وهو جالس أصلاً ما بيتحركش وما بيمارسش أي نوع من أنواع الرياضة فبيبدأ الولد وزنه يزيد ونبدأ ندخل في مرحلة السمنة ومرحلة السمنة بتجيب أمراض ممكن الولد لا قدر الله يصاب بداء السكري وهو لسه صغير ولسه طفل صغير أيوة نعم وهو الوزن الزائد بيجيب مشاكل كمان بتحصل عنده مشاكل في العظام سواء كان في الظهر أو في عظام الرقبة في الفقرات الموجودة عنده أشياء ضرر كبير جداً على الإبن الصغير اللي لسه بيطلع عايز يطلع وعايز يتفاعل مع المجتمع عايز ينطلق فإذ به يصاب بأمراض كثيرة فلا يستطيع أن يتحرك كما يتحرك باقي الناس طب إيه السبب إيه الأساس إن أنا حاولت إن أنا ريح دماغي من الأول وابعد زن الولد عني وابعد إنشغالي إنشغالي مثلاً يعني أنا مشغول فحاول إن أنا أشغله بأي شيء بعيد عني وخلاص ونبدأ ما شاء الله نتباره نشتري الأولادنا ألعاب أجهزة عشان يلعبوا عليها وحواسب صغيرة وحواسب عن طريق اللمس والكل يتسابق ويجي الأولاد ويبكوا يا والدي ويا بابا أنا عايز كذا وفلان عنده كذا وصديقي عنده كذا وكذا وكذا ومرّة في مرّة في مرّة أي أب فينا بيضعف كلنا بنضعف أمام أولادنا وأنا أولكم المشكلة أو المصيبة مش في إنك بتضعف وإنك تشتري الأولادك هذا الشيء طالما إن ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك وعندك المقدرة إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأما بنعمة ربك فحدث لكن عايزين ربي أولادنا على المسئولية ولو تذكروا كان معانا حلقة سابقة اتكلمنا فيها عن المسئولية إن أحيانا ممكن أشتري الأولادي أشياء بمبالغ كبيرة وفي ناس ما عندها المقدرة إنها يعني تجد أي طعام يسد الرمق ممكن تموت من الجوع فلازم أعمل نوع من تحمل المسئولية عند أولادي تجاه الآخرين في إخوة لنا في الإنسانية في إخوة لنا في الدين في إخوة لنا في العقيدة في إخوة لنا في اللغة ينبغي أن يكون هناك نوع من التآذر والتآلف فيما بيننا لازم الإحساس يبقى إذن ممكن بعض الناس بتجيب وفي نفس الوقت لو جبت مش على طول مش كل شوية يكسر مثلا جهاز ويكسر شيء ويجيب له واحد غيره وبعدين واحد غيره وواحد غيره طبعا كده بنربي أولادنا على الإيه؟ على الأنانية بنربي أولادنا على عدم تحمل المسئولية بنربي أولادنا أن كل شيء سهل في الدنيا أن كل شيء هم عايزين ولازم يحصلوا عليه لا لازم نكون أقوى من ذلك ونتذكر دايما قول عمر أو كلما اشتهيت اشتريت؟ كل حاجة بتشتهيها تشتريها؟ لا ما ينفعش طيب لما تشتري الأولادك مسألة التقنين في الاستخدام مسألة التقنين في الاستخدام يعني إيه؟ لازم تكون محدد جدا جدا عشان مصلحة أولادك لو بتحب أولادك وخايف عليهم وخايف على مستقبلهم ولا تتمنى أنك في يوم من الأيام تشوف ابنك وهو نظره ضعيف أو تشوف ابنك وهو بيتحرك بصعوبة أو تشوف ابنك وهو بيعاني من أمراض مزمنة وأمراض دائمة لازم تقنن من استخدام أولادك لهذه التكنولوجيا الحديثة لازم نفهم الكلام ده جيدا التكنولوجيا الزائدة واستخدامها الزائد بيأثر على صحة أولادي فيحرمهم أن هم يكونوا ناجحين في أي فن أو رياضة من الرياضات أو ربما كلية من الكليات التي تعتمد على الحركة وتعتمد على القتال الشيء الثاني التأثير الاجتماعي تخيل ابنك الآن لما يقضي موظم وقته مع هذه التكنولوجيا علاقته إيه بولده علاقته إيه بولدته علاقته إيه بإخوانه في داخل البيت يعرف عمه يعرف خاله يعرف أولاد عمه أو أولاد خاله أولاد عمته أو أولاد خالته يعرف جيرانه يعرف 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 لا لأنه لا يتفاعل معهم لأنه ما بيخرج شيء بل في أحيان كثيرة لما تكون طالع في زيارة لحد من أقربائك هو يخرج يعني بصعوبة يخرج على عينه يتمنى أنه يجلس ولو قلت له إجلس بيفرح كثيرا بلا تأثير طب لما ما يطلعش مش هيعرف إزاي يتعامل مع الناس تخيلوا أن فيه ناس من أولادنا أو فيه أولاد من أولادنا الآن ما يعرفوش إزاي يسلموا على الآخرين ما يعرفوش إزاي يتعاملوا معاهم ما يعرفوش فين يجلسوا ما يعرفوش العادات والتقاليد إيه اللي أثر على أولادنا بهذه الصورة وبهذه الطريقة إيه اللي وصلهم لهذا الأمر بالتأكيد بعدهم عن الأمور الاجتماعية عدم حضورهم للمناسبات سواء كان مناسبات فيها أفراح أو فيها إطراح لازم أولادنا يكونوا موجودين عشان يكسبوا عادتنا وتقاليدنا يكسبوا قيمنا وأخلاقيتنا يكتسبوا طريقة تعاملنا مع كل الناس يعرفوا فعلا إزاي يتعاملوا مع الآخرين النواحي الاجتماعية أعتقد أن التكنولوجيا أكبر مؤثر بالسلب عليها لأنها بتجعل الجانب الاجتماعي عند الطفل في الألعاب في مواقع التواصل الموجودة عنده وفي الأشخاص اللي هو على صدقة بهم أو على معرفة بهم ولا يحتاج أي شيء من العالم خلاص أنا عندي عالم خارجي أو عالم الإفتراضي أنا مش عايز حاجة من الناس عندي فلان وفلان وفلان من أصدقائي مكتفي بهم خلاص وبسمع فيديوهات وأشوف فيديوهات وبعد ما أتفرج على الفيديوهات بلعب بمارس ألعاب فالنواحي الاجتماعية بتكون صعبة جداً لذلك تتعجب حينما ترى البعض من أولادنا ما يعرفش كيف يدخل على الناس يبدأ السلام من اليمين ولا يبدأ السلام من اليسار يجلس فين طريقة جلوسه طريقة كلامه كل هذه الأمور لا محتاجين بصورة أكبر أن أولادنا يكونوا معنا في إيدينا على طول يعرفوا إزاي يكتسبوا عدتنا ويكتسبوا تقاليدنا ويكتسبوا أمورنا الاجتماعية ده تأثير على النواحي الاجتماعية كمان عندي أثر مهم جداً على الناحية الثقافية والعقدية الآن الألعاب اللي أولادي بيلعبوها أو الفيديوهات اللي بيشاهدوها أو الناس اللي بيتكلموا معاهم هل أنا أعرف هويتهم ثقافتهم أخلاقهم عدتهم تقاليدهم قيامهم ما أعرف عنه أي شيء ربما يكونوا أظاير أمامك بإسم عربي بدين ينتمي إلى دينك لكن الأمر غير كده طيب أعمل إيه لازم أكون مشارك لأولادي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن اللي عنده طفل عنده طفل لازم يتصاب له يعني إيه يعني ينزل لعقله ينزل لسنه يلعب معاه فزي ما بتلعب مع أولادك ممكن تلعب مع أولادك كرة قدم ممكن تجري معاهم ممكن تخرج معاهم سباحة مثلا لازم تلعب معهم حتى ألعاب التكنولوجيا تكون جزء منها بدل ما يلعبوا بعيد عنك لا لازم تكون مشارك لهم وتفهم وتعرف أقل شيء تكون موجود شجع قل له والله جميل كويس وأنا بقول لك بعض الأمور فيها إيجابيات لكن دائما لما بتزيد عن حدها بينقلب الأمر إلى سلبيات فلازم أكون مشارك طيب والله لجيت اللعبة دي لعبة عنيفة واللعبة لما بيكون فيها عنف على فكرة وفيها قتل وفيها وفيها بتزود نسبة الأدرينالين فيصاب الطفل بالتوتر فيتعامل مع المجتمع من حوله بتوتر ويبدأ يعني صراع هل فعلا الكلام ده كلام حقيقي هل ممكن حد يرمي نفسه مثلا من فوق عمارة عشرين دور أو كذا هل ممكن حد مثلا يرمي نفسه في وسط البحر ويسبح هل ممكن حد يقضي على مجموعة كبيرة الخيال عندك أنت بالنسبة لك أنت كرجل كبير وعاقل وفاهم عارف أن ده مجرد أوهام كلام فاضي يعني غير واقعي غير حقيقي إنما الطفل ما يقدرش يفرق بين الخيالي وبين ما هو واقعي فلازم تكون موجود ثانيا لما تحس أن الألعاب فيها عنف فيها قوة زائدة فيها اعتداء على الآخرين لازم تفهم ولدك لو جيت قلت له ممنوع تلعب اللعبة أخذت منه مثلا الأسطوانة اللي عليها اللعبة ومنعته فهل تظن بذلك إنك خلاص منعت ابنك عن إنه يلعب هذه اللعبة مثلا أو أنه يكتسب سلوكيات خاطئة من هذه اللعبة أبدا بالعكس عارفين ليه الطفل بطبيعته عينة دي الطفل عايز يثبت نفسه ويثبت ذاته عايز يقول لأبيه والأمة إن أنا شخص وليه كيان موجود في المجتمع فما ينفعش إنك تيجي معاه بصيغة الأمر والنهي بصيغة إنه لازم تفعل كذا واجب عليك كذا خلاص إنت شلت الاسطوانة كسرت الاسطوانة هيبدأ يلعب مع حد من أصحابه ومن أصدقائه وطبعا ده موجود يعني إنت لو جعدت 24 ساعة معاه في البيت فأنت كده بتغلق الدنيا على ابنك تخلي ابنك منغلق ومنعزل وانطوائي فهتجع في مشكلة ولو تركته هيدا بيلعب وعندنا يعني موجود المحلات والأماكن اللي يستطيع إنه يلعب فيها فالمسألة مسألة إنك تمنع التكنولوجيا عن ابنك عن طريق الحصار أو عن طريق الحجب شيء غير ممكن أبدا طريقة خاطئة لازم أجلس معاه ولازم أتناقش معاه ولازم أفهمه طيب فلان ده قتل ينفع إن شخص يقتل إنسان والله ده مجرد لعبة ده شيء طيب وليه يعملوا كده طيب بدل ما يعملوا لعبة فيها قتل ما يعملوا لعبة فيها أخلاقيات فيها مهارة فيها فن من ضمن الفنون وحاول إنك تاخد ابنك للعبة أخرى يعني يستمتع فعلا بالفن بالمهارة اللي هي موجودة عشان تقدر تكون وضعطله البديل ما فيش حل من غير بديل يعني إيه؟ الألعاب الإلكترونية الموجودة دي الألعاب اللي فيها عنف كانت بتغذي جانب عند ابنك إزاي أقدر أخليه أمتنع عنها؟ لازم يكون في بديل موجود وبديل على نفس المستوى وربما يكون أفضل البديل بيحتاج ليه؟ لتواجد الأب والأم مع أولادهم عن طريق حوار عن طريق كلام عن طريق ألعاب لا تعتمد أصلا على أي شيء إلكتروني بل تعتمد على الحركة على النشاط تعتمد على الرياضة يعني لازم تشوف مجال من المجالات الرياضية اللي ابنك عنده موهبة فيها أو بيفهم فيها أو بيميل إليها أو بيحبها أو بيتمنى أنه يلعبها أو 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 وتحاول أنك تشركه فيها لازم تحاول أنك تجد له البديل فعلا ليه؟ لأنك أول ما تجد له البديل هيبدأ يخف عن الشيء الثاني إنما مباشرة امنع امنع وما في بديل هيرجع من حيث لا تشعر ومن حيث لا تدري هيرجع من وراك هيرجع وانت مش عارف فمهم جدا أننا نجد لأولادنا البديل ده من ناحية التأثير على الأمور سواء كانت ثقافية أو كانت عقائدية لكن عندي تأثير خطير وتأثير كبير جدا على نمو التفكير بالنسبة لهم أحيان كثيرة العلعاب الإلكترونية لما بيتم المبلغة فيها والزيادة منها وخاصة في السن الصغيرة بيتخلي أولادنا ساذجين طريقة تفكيرهم ساذجة بيظنوا أن كل شيء بيحصل أمامهم ممكن فلما ييجي يتعامل مع الحياة بتحصل له صدمة ليه؟ لأن ده شيء مش ممكن فما بيقدرش أنه يوازن ما بين الواقع وما بين الخيال عايزين ناخد أولادنا من عالم الخيال عايزين نبدأ نقنن لأولادنا الوقت اللي بيلعبوا فيه ونختار معاهم مش نختار لهم مهم جدا نركزه مش نختار لأولادنا نختار معاهم ونقنعهم بالاختيار إلى الألعاب اللي بيلعبوها المواقع اللي بيدخلوها نختار معاهم ونحاول أن احنا نتناقش ولو في أي عبن ضمن العيوب نتكلم فيه لو في أي شيء سلبي لازم نظهره لأولادنا ولازم نفهم أن أولادنا بيستوعبوا وبيفهموا ومش هيفضلوا طلعهم وهم صغار لأ وهم صغار بيفهموا أشياء ربما وإحنا صغار ما كنا بنفهمها الدنيا تغيرت والزمن تغير والدنيا تطورت فلازم نعرف الزمن اللي احنا موجودين فيه ونتعامل مع أولادنا بناءا على اليوم اللي احنا فيه وليس على ماضينا وعلى تاريخنا ما نقولش والله كنت وانا صغير والدي كان بيعمل الكلام ده كان زمان إحنا أولاد النهاردة وأولادنا خلقوا في هذا الزمان ويعيشون في هذا الزمان لذلك لازم نتعامل معهم بميزان هذا الزمان إذن التكنولوجيا مفيدة جدا وبتنمي أولادنا لكن بشرط أنها تكون مقننة ولا يتم الزيادة فيها حتى لا تصيب أولادنا بضرر جسدي من النواحي الطبية وبضرر عقلي وبضرر اجتماعي وبضرر ثقافي وعقائدي وصلنا وإياكم مشاهدين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة من ضروب الحياة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة